السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله أبناء الطلاب بنات الطالبات مرة أخرى حصة من حصص العلوم الجميلة للصف الأول ابتدائي لازلنا في الطقس وما هو الطقس نحتاج إلى كتابنا الثاني في هذه الوحدة الوحدة الرابعة سوف نتكلم عن الطقس هناك الفصل السادس هذا الفصل يتكلم عن الطقس والفصول في هذا الفصل السادس لدينا درسان الدرس الأول الطقس من حولنا الدرس الثاني الفصول الأربعة ما هي الأفكار أو فكرة الرئيسية والأسئلة في هذا الفصل الفكرة العامة ماذا أعرف عن الطقس الدرس الأول ما هو السؤال الرئيسي؟ كيف يؤثر فينا الطقس؟ أما الدرس الثاني ما التغيرات التي تحدث في كل فصل من فصول السنة؟ هناك مفردات هناك مفردات المفردة الأولى والكلمة الأولى الربيع المفردة الثانية أو الكلمة الثانية الصيف والثالثة الخريف وأخيرا الشتاء الدرس الأول الدرس الأول تعرفنا على الطقس كيف يؤثر فينا الطقس؟ ما هي الكلمات التي نتعرف عليها في هذا الدرس؟ الطقس درجة الحرارة سوف نتعرف عليهم اليوم بإذن الله مقياس الحرارة ومقياس المطر والسهم الدوار نتعرف عليها في الحصة القادمة ولكن في حصتنا الماضية توقفنا عند نشاطنا المنزلي كان نشاط أسري أحسنتم نحتاج مع العائلة نرغب في خروج في رحلة ونستخدم الأداء التي نفذناها بالأمس كيف كانت حركة هذه الأداء؟ ما هي حركة التي شاهدتموها؟ وهل استمتعتم بحركتها؟ بالتأكيد بعضكم تحركت للأعلى كطائرة ورقية وبعضكم تحركت إلى اليمين والآخر إلى اليسار ولعلكم حتى ركضتم لاحظتم كيف تتغير؟ هذه الحركة تعتمد على الطقس وهذا الطقس يختلف من مكان إلى آخر كل منكم في مكان كل منكم في منطقة أو مدينة وليس جميعنا بنفس الطقس لكن تختلف الرياح بين هذه المدن نعلم أن الكرة الأرضية هذه تطرقنا لها سابقاً أنها تتكون من جزئين ماء ويابسة الماء هو الأكبر هذا الماء نسبته 71% أما اليابسة فهي 29% وهذه اليابسة ليست جميعها نفس المكان وليست نفس المدن أو نفس الارتفاع أو نفس الانخفاض أو نفس التربة تختلف في تركيبها وارتفاعاتها من مدينة إلى أخرى أو من دولة إلى أخرى أو حتى منطقة إلى أخرى لذلك يتغير الضقس المحيط على الأرض جميعاً وتحديداً في مملكتنا الغالية نحن لدينا مناطق مختلفة وكل منطقة لها ارتفاعات، جبال، هضاب تسمى تضاريس هذه التضاريس تؤثر في الطقس والمناخ مناخ؟ ماذا يعني؟ تعلمنا أن الطقس هو حالة الجو في اليوم الواحد أما المناخ؟ ذكرنا مملكتنا الغالية تختلف بيئات مختلفة مناطق مختلفة هناك مناطق جبلية، مناطق جبلية خضراء هناك مناطق زراعية هناك مناطق يكثر بها الجليد هناك مناطق ساحلية أيضاً هناك جبال وديان تختلف هذه المناطق هذا الاختلاف يؤثر في الطقس اليومي والمناخ ماذا يعني مناخ يا ترى؟ المناخ هو وصف لحالة الجو الطقس وصف لحالة الجو ولكن الطقس الحالي في اليوم الحالي أنتم الآن نفدتم تجربة أمس استخدمنا الأداة لستم جميعاً بنفس هذه الحركة للرياح لماذا؟ لأنكم لستم جميعاً في مكان واحد هذا الاختلاف سببه المناخ هو وصف لحالة الجو على مدى طويل قد يكون شهر أو أكثر ويتأثر هذا المناخ بالتضاريس هناك تربة زراعية هناك حضاب هناك جبال هناك وديان هناك بحار أو الموقع أو المرتفعات لدينا مناطق الجنوب جميعها مرتفعة لذلك يختلف فيها المناخ عن المناطق الصحراوية لدينا المسطحات المائية بلادنا غنية بالمدن الكثيرة بالمسطحات المائية لذلك مناخ المملكة العربية السعودية شبه جاف بشكل عام صحراوي أيضاً جاف مع الأيام الحارة وليالي باردة أيضاً انخفاض شديد في هطول الأمطار السنوية باستثناء منطقة عسير تستقبل متوسط هطول المطر إلى 300 مليمتر سنوياً إذن مملكتنا الغالية عديدة بالتضاريس وعديدة بالمناخ لذلك يتغير الطقس تبعاً لذلك والطقس يتأثر بالحالة اليومية قد يكون هناك أشعة شمس عالية قد يكون هناك رياح فيختلف الطقس الحالي عن المناخ فالطقس هو حالة الجو أيضاً ولكن خلال اليوم الواحد قد يشتمل هذا الطقس على درجة الحرارة هطول أمطار ضغط هواء أو حتى حركة الرياح لذلك حالة الطقس متغيرة يا ترى ما حالات الطقس المختلفة وهل تؤثر علينا وكيف نتعامل معها دعونا نفكر قليلاً كيف نتكيف مع هذه الاختلافات في الطقس ليست دائماً باردة وليست دائماً ساخنة وليست دائماً معتدلة كيف نتعامل معها لننظر إلى هذا هذه الصورة ما الطقس في هذه الصورة ما هو الطقس أحسنتم هنا شمس إذن مشمس مشمس لماذا؟ هناك أشعة شمس إذن مشمس ماذا؟ أو كيف نتكيف مع هذا الطقس المشمس أحسنتم ملابس خفيفة صيفية قطنية أيضاً قد نستخدم المضلة أو نذهب إلى أماكن الظل نبتعد عن الشمس وكذلك نبحث عن الأماكن الباردة ولكن لا نرفع درجة البرودة بشكل عالي حتى لا تضر بأجسامنا ولكن سبق وتطرقنا إلى الترشيد ليس جيد أننا نشغل أو نشعل جميع الكهرباء ونصرف في ذلك لدينا الترشيد تقليل استخدام الشيء حتى نحافظ عليه فديننا الحريف يحصنا على الترشيد وعدم الإسراف سواء في الماء أو حتى في الكهرباء لأنها موارد طبيعية لذلك علينا أن نطفئ المصابيح ونطفئ الكهرباء عند عدم الحاجة في النهار قد لا نحتاج إلى الإضاءة وأيضا المكيف أو التكيف نضع درجة مناسبة عند الإشعال وعلينا الإطفاء سواء للتكيف أو حتى في الإنارة لتقليل الاستهلاك وذكرنا أننا نذهب إلى الظل ونبتعد عن الأشعة الشمس لكن شعة الشمس مهمة سواء للنبات للحيوان وحتى الإنسان كيف نبتعد عنها وأيضا نذكر أننا نحتاجها يجب علينا أن نفهم جديدا أن الشمس مهمة لنا وخاصة لكم في هذا السن أبنائي وبناتي لابد أن نأخذ أشعة الشمس ولكن بحذر الشمس لها فوائد عديدة تعزيز المناعة نقوي جزة قوة مناعتنا في أجسامنا تحمي العينين تحسن نوعية النوم تحمينا من السرطان تفيدنا في العظام بناء العظام حتى تكون لدينا عظام قوية وننمس جميعا ونستطيع الحركة من خلال بناء فيتامين دال فيتامين دال تسريع عمليات الهضم في الجسم وأيضا تمنع من الاكتئاب أو الحزن أو حتى التوتر ومفيدة لصحة قلوبنا هذه الشععة الشمس مفيدة لنا وكيف نذكر أننا نبتعد عنها هناك أوقات محددة لابد أن نخرج في هذه الأوقات غيرها لابد أن نبتعد عن أشعة الشمس الضارة متى ينصح بالخروج لأشعة أو التعرض لأشعة الشمس في فترة الصيف يفضل من ساعة الثامنة أو الثامنة والنصب صباحا إلى الساعة العاشرة أو العاشرة والنصب صباحا أما في فترة الشتاء فيفضل من العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا لذلك هذه الأوقات هي المناسبة أما غيرها فيجب الحذر من هذه لشحة حتى لا نصاب بضربات شمس أو قد نصاب بالإغماء أيضا لدينا صورة أخرى ما هذه الصورة ما التقس الذي يمثل هذه الصورة أحسنتم الغيوم إنه غائم ماذا تتوقعون يا ترى حينما تأتي الغيوم قد تهطر الأمطار منتاز أيضا يكون بارد حسنتم إذن تنخفض درجة الحرارة يصبح بارد قد يكون يصبح مثلج ثلج قد تتساقط الثلج أو البرد أو قد يكون منطر إذا كان الجو باردا كيف نتعامل مع هذه الطقس أو هذه حالات الطقس هذه لابد ممتاز نستخدم المظلة حينما نخرج أو نحتاج للخروج أثناء المطر وأيضا لا بد أن نستخدم التدفئة ملابس الثقيلة الصوف جميعها تفيدنا في ذلك وأيضا قد نستخدم التدفئة أجهزة التدفئة وغيرها إذن لماذا يتغير الطقس خلال اليوم الواحد حسب درجة الحرارة أو حسب الرياح إذن الطقس قد يتغير بعاملين إما درجات حرارة تكون مرتفعة أو منخفضة إذا كانت مرتفعة سيصبح حار وإذا كانت منخفضة سيصبح بارد الرياح قد تكون باردة وقد تكون جافة إذن ما هي درجة الحرارة درجة الحرارة هي مقدار سخونة أو برودة الشيء سخونة أو برودة الشيء إذن درجة الحرارة قيمة رقم نحتاج إلى نذكر رقم ما هي درجة حرارة أجسامنا درجة حرارة أجسام الثديات سبعة وثلاثون سبعة وثلاثون في الرياح هي الهواء المتحرك تتحرك الرياح ببطء أو بسرعة كبيرة وهذا يؤثر على أيضا الطقس الحالي بشكل عام الطقس قد يكون بارد أو دافئ أو حار وأيضا قد يكون منطر أو عاصف هناك رياح قوية أو مثلج أو مشمس أو ضباب أو عليه غيوم أو غائم هنا ضباب وهنا غيوم ماذا تعلمنا هذا اليوم الطقس هو حالة السماء والجو خلال اليوم الواحد هذا الطقس قد يكون بارد أو حار أو جاف أو معتدل حينما يكون بارد قد يكون إما منطر أو مثلج تأثر حالة الجو أو يؤثر الطقس بشكل عام في اختيار الملابس التي نرتديها وأيضاً وأيضاً تؤثر في سلوكياتنا أو حياتنا لدينا سؤال كيف تؤثر درجة الحرارة في سلوكياتنا أو تصرفاتنا اليومية ماذا نفعل؟ لو ارتفع درجة الحرارة أو انخفضت درجة الحرارة ماذا نفعل؟ نحدد أو نختار المنابس المناسبة إذا كان بارد نأخذ الملابس الثقيلة وإذا كان ساخن نختار الملابس الخفيفة وأيضاً نحدد أماكن الزيارات والرحلات قد نختار في الصيف نذهب إلى الأماكن الباردة أو قد يكون في الشتاء نذهب إلى الأماكن الدافعة درجة الحرارة والطاقس تحمين حينما نعلم درجة الطاقس أو حالة الطاقس تحمين من الأخطار لذلك لدينا الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتي تنبعنا يومياً عن حالة الطاقس لذلك نحمي أنفسنا حينما نتعرف يومياً على حالة الطاقس في الوضع الحالي نشاطنا المنزلي صل أو صلي بين الكلمة والصورة المناسبة لدينا هنا صور ما هي الكلمة المناسبة لها؟ لدينا مشمس ومنطر وغائم وثلج أي هذه الصور يتناسب مع كل منها أتمنى أن تستمتعوا بحل هذا النشاط وتذكروا الطاقس يؤثر حتى في مشروباتنا عليكم بالتغذية الصحية وشرب الماء وممارسة الرياضة ودمتم سالمين فمعن الله